أهلا ومرحبا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها بالعنوين المواقع المحلية عمرها أربعون عاما أغنية لا تزال قادرة على إسعاد اليمنيين وفي الصحافة العربية مزارع أبيان يشكون عذف الانتقال بمحاصيلهم ومن أخبارنا المنوعة صاروخ أمريكي لنقل رواد فضاء هل أنهى الهيمنة الروسية؟ أهلا بكم مع انتشار فيروس كورونا أطلقت معظم الدول السجناء ولم تبق إلا على أعداد قليلة ولكن الحالة مختلف لدى ميليشيا الحوثي والتي زادت من فتح معتقلات وعنونا موقع الصحوانات الأمهات تدعو لإنقاذ المختطفين في السجن المركزي بصنعاء بعد تفشي كورونا في أوساطهم قالت رابطة أمهات المختطفين أنها تلقت بلاغا عاجلا من مختطفي السجن المركزي بصنعاء يشير إلى الاشتباه بإصابة سوجنا بفيروس كورونا ونقلهم للحجر الصحي في السجن وحالاتهم الصحية حرجة للغاية قالت الرابطة أن أمهات المختطفين يعشن قلقا بالغا على صحة وسلامة جميع أبنائهن المختطفين والمخفيين قسرا الذين قضى معظمهم أكثر من أربع سنوات خلف القطبان دون وجه حق ومرت الأعياد والمناسبات وأمهاتهم وأطفالهم وذووهم ينتظرونهم وطالبت وبشكل عاجل سرعة إطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسرا والمحتجزين من السجن المركزي خاصة بعد ظهور حالتين يشتبه إصابتهما بفيروس كورونا في مقبرة بأكبر مدينة في جنوبي اليمن يقول موقع المصدر أونلاين كانت العشرات من القبور الجديدة دليلا على ارتفاع عدد الوفيات وسط جائحة فيروس كورونا عمال المقبرة لا يعرفون ما الذي قتل المتوفين حديثا ولكن لا يمكن إنكار وجود عدد متزايد من الأشخاص الذين يمرضون في عدن الساحلية على الأرجح بالفيروس الجديد دفن العديد مع قليل من الاحتياطات وعدد قليل فقط من الحضور فيما يضع العمال كما مات أو يغطون وجههم بقطعة قماش محمد عبيد وهو حفار قبور في المدينة قال أنه كان هناك خمسة أضعاف حركة الدفن العادية حيث تم دفن 51 ميتا في الأسبوع الماضي سكان عدن قالوا إن عدة مستشفيات أغلقت أبوابها حيث يخشى العاملون في مجال الرعاية الصحية من الإصابة بالفيروس في الوقت الذي يفتقرون فيه إلى معدات الحماية متى سأكون الخبر؟ تحت هذا العنوان كتب حسن عبد الوارث مقاله المنشور في موقع يمن مونتر مضيفا في أجزاء من المقال من ذا الذي يتذوق طعم العيد اليوم؟ لا أحد حتى الأطفال فقدوا كل مشاهد الفرح وشواهد البهجة إلا ما بقي من شغف دفين في روح الطفولة ثم تيتام أكثر من أي يوم مضى وثم تأرامل وثكال لا عدد له على الإطلاق وثم تقبور بقرت في الزمن القليل المنصرم أكثر مما كان منها طوال أعوام مضت وخلال الأسابيع الماضية فوجعت برحيل صديق أو زميل أو عزيز أكثر مما فوجعت طوال عام وأكثر وكانت أعوام الحرب الخمس الكبيسة قد ازدحمت برحيل الأعزاء بسبب نيران الحرب وأحقادها وحتى رمادها ثم جاء هذا الوباء ليكمل ما تبقى من حبات سبحة الأصدقاء والزملاء التي باتت قيد انفراط مؤكد هل تدري ما هو المؤلم والمرعب في هذا الأمر كله؟ أن أخبار الموت صارت جزءا من روتين الحياة بالغة العادية ها أنت تستمع إلى أخبار الراحلين وكأنك تستمع إلى نشرة الطقس أو برصة العمولات أو أسعار الخضار؟ كنت تسأل بكم الدولار اليوم؟ أو بكم كيلو البامية أو الكوس اليوم؟ فإذا بسؤالك يصير كم ميتا اليوم؟ يمر علينا نبأ رحيل أحد أعزائك أو معارفك كما تمر السحابة الكذبة في سماء المدينة الصحوة لم تعد تقوى على رصد الأرقام أو تذكر الأسماء ومتابعة الحالات في دفاتر الحوادث يقول المشاهد نت أنه منذ قرابة أربعين عام لا تزال أغنية أنستنا يعيد تطرب أذان اليمنيين عند كل مناسبة عيدية لتضيف للعيد طابعاً مميزاً لا يستغني الناس عنه حتى صارت تقصى من طقوس العيد في اليمن أنستنا يعيد الأغنية الخالدة في قلوب اليمنيين كتب كلماتها الشاعر المرحم عباس المطاع وغناها الفنان الراحل علي بن علي الآنسي بصوت جميل يحضر في كل عيد يضيف الموقع أن الأغنية أعاد غناءها فنانون اشتهروا بأصواتهم الفريدة وأدائهم المميز منهم فؤاد الكفسي وحسين محب وفؤاد عبد الواحد وغيرهم من الفنانين تلقى أغنية أنستنا يعيد اهتماماً كبيراً لدى الإذاعات والفضائيات اليمنية المختلفة فعقب الإعلان عن انتهاء شهر رمضان المبارك ودخول العيد تبدأ الفضائيات ببث هذه الأغنية وتخصص مساحة واسعة للتغني بها طيلة أيام العيد حتى أن أنستنا يعيد صارت اسماً لبعض البرامج لا تغيب أغنية أنستنا يعيد أو لا تغيب هذه الأغنية عن أي من الفضائيات حيث سواء أو عن المغتربين سواء كانوا في الداخل أو في الخارج أي مكان يتواجدون فيه تحضر هذه الأغنية في كل عيد لتلمل ما شملهم وتوحد فرقتهم وتعود بهم إلى الوطن تكتم الحوثيين على تفشي كورونا تمهيد للموت والمعاناة مع حلول العيد تحت هذا العنوان كتب نائب المدير التنفيذي في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية أسامة الروحاني مقاله المنشور في موقع مركز صنعاء وجاء في جزء من المقال قال عاملون في مجال الرعاية الصحية بالعاصمة إن الفيروس وصل إلى شمال اليمن قبل شهرين على الأقل غير أن سلطات الحوثيين لم تعلن عن أي إصابات مؤكدة في المناطق التي تسيطر عليها حتى الخامس من مايو آيار استمرت سلطات الحوثيين بنفي انتشار الفيروس وأغلقت العديد من الأحياء بشكل عشوائي وغير منظم وانتهجت الرد بقوة عسكرية على الحالات المشتبه بها استحب رجال مسلحون الأطقم الطبية وداهموا منازل الأشخاص المشتبه إصابتهم وفي بعض الأحيان تمركز مسلحون حوثيون خارج منازل المصابين بالفيروس لفرض حجر صحي وهذا خلق خوفا لدى المواطنين من الإبلاغ عن الأعراض وأدى أسلوب الحوثيين في التعامل مع المصابين إلى وصمهم بالفيروس وجعل نظرة الآخرين لهم كمتهمين بأمر مهين استجابة الحوثيين لجائحة كورونا تنسجم بالكامل مع عدم اكتراثهم بحياة الناس فقد سعوا طوال سنوات الصراع إلى إثراء أنفوسهم وترصيخ قوتهم بدلا من تأمين الخدمات العامة الأساسية أو دفع رواتب موظفي القطاع العام وبالنسبة لقادة الحوثيين يشكل فيروس كورونا تهديدا لمواردهم وليس تهديدا لحياة اليمنيين وتكتمهم على تفشي الفيروس في مناطق سيطرتهم ليس سوى محاولة تفتقد إلى البصيرة وتهدف إلى حماية مصادر تمويلهم وتأمين المزيد من المقاتلين معهم حتى ولو كان على حساب ملايين الأرواح جمعت سلطات الحوثيين عام 2019 أكثر من 500 مليار ريال يمني حوالي مليار دولار أمريكي من الضرائب والجمارك من المناطق الخاضعة لسيطرتها غالبا ما جمعتها عبر الاتزاز على طريقة عمل المافيا من المتاجر والمحل التجارية ما مثل أكبر مصدر دخل للجماعة آنذاك عطلت الموجهة الدائرة شرق محافظة أبيان جنوب اليمن بين القوات الحكومية والمجلس الانتقال الجنوبي المدعوم إماراتيا عمليات الانتاج الزراعي من المزارع الواسعة للخضروات والفواكه والحبوب في دلتا أبيان الشهير والغني بالمنتجات الزراعية وتعنوين صحيفة العربي الجديد مزارع اليمن يشكون عبث الانتقال بمحاصيلهم قالت الصحيفة تغذي هذه المزارع معظم أسواق المحافظات ويشكو مزارعون من مضايقات وعبث القوات العسكرية التابعة للمجلس الانتقال بمزارعهم وعرقلت نقاطهم العسكرية مرور منتجاتهم ومحاصيلهم إلى الأسواق وتسببت المواجهات الدائرة منذ منتصف مايو في خنق الزراعة في دلتا أبيان وعطلت الحركة التجارية وعملية الإمداد السلعي من المحاصيل الزراعية إلى المحافظات المجاورة في عدن المواجهات المسلحة خفضت الإنتاج وأثرت كثيرا على الإمدادات إلى المحافظات حيث لوحظ شح كبير في المعروض من المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية خصوصا الخضروات التي ارتفعت أسعارها بنسبة 200% وأفاد أحد المزارعين في دلتا أبيان أنه لم ينقصهم سوى هذه المواجهات التي ضاعفت مشاكلهم منذ بداية الحرب وبعد أزمة الكهرباء مؤخرا يؤكد هذا المزارع أن قوات المجلس الانتقالي تستبيح أراضيهم ومزارعهم حيث تعمدت التمركز في بعض المزارع والعبث فيها ووضعت مواقع في بعض الطرقات التي استخدمها التجار والمزارعون في نقل منتجاتهم للأسواق طوف على صنعى وعرج عدن ياطير تحت هذا العنوان كتب متعب بازياد مقاله الذي تنشره بالقيس ظلت حضر موت على بعد المسافات 600 ميل تقريبا من عواصم اليمن المعاصرة صنعى وعدا على صلة وثيقة بما يدور هناك ومتفاعلة معه سلبا وإيجابا في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ناهيك عن الاتصال الوجداني المتجاوز للحدود المصطنعة والأسوار الوهمية التي بناها المستعمر في عدن والأئمة في صنعى يقول مؤرخ حضر موت الأشهر محمد عبدالقادر بامطرف إن يمنات أطلقت في القديم على ساحل الشحر إلى تخوم عدن وهذه الأسقاع الواسعة كانت تضم إلى مناطق اليمن وجباله الداخلية وتهائمه وأحيانا هي التي تتمدد شمالا لتضم أجزاء من هذه المناطق إليها بحسب قوات الدولة هنا أو هناك فنحية حضر موت ومهرة إلى ظفار كانت ذات شأنين عظم في التجارة والعلاقات الدولية لعاملين أساسيين موقعها على طريق الحرير وكمصدر الرئيس لتجارة اللبان وطارت سمعتها التجارية في الآفاق واكتسبت خبرة ومراسا في الطرق البحرية راكمتها شبكة واسعة من ربابنة السفن هذه الميزات الجيوسياسية ناضل أبناء المنطقة للحفاظ عليها ومنع فقدانها حتى لا تهجر سواحلهم وتكسد تجارتهم في منافستهم لمرافئ شرق آسيا والقرن الأفريقي ومستعمرة عدن خاصة بعد افتتاح قناة السويس وفي نفس الوقت الذي كانت فيه عدن تتقدم بسرعة لتكون مركزا عالميا للتجارة ومنصة للتنوير في المنطقة اليزيرة والخليج كانت صنعاء تغرق في عزلتها منكفئة على نفسها منسحبة من أي تأثير ذا شأن في المشهد الإقليمي حظر موت جيرانها في الشرق وإن كانت تمتلك مقاومات معتبرة بمعايير الدولة القطرية الحديثة كثير من أقطار مجاورة أقل مساحة وسكانا ومواردة وموقعا جيوسياسيا إلا أنها ظلت متشبثة بروابط الانتماء لكيان أكبر وناحية أوسع في جنوب جزيرة العربية أكدت دراسة علمية حديثة بحسب الشرق الأوسط أن مرضى فيروس كورونا المستجد لا يمكنهم نقل العدوى للآخرين بعد 11 يوما من إصابتهم بالفيروس حتى لو كانت نتائج اختباراتهم لا تزال إيجابية الدراسة التي أجراها باحثون من المركز الوطني للأمراض المعضية في صنغافورة فحصت 73 مريضا مصابا بكورونا ووجدت أن انتقال العدوى يحدث على الأرجح قبل يومين من بدء ظهور الأعراض ويستمر لمدة تتراوح بين 7 و10 أيام بعد ظهورها أشار الباحثون إلى أنهم وجدوا أن فيروس كورونا لا يمكن عزله أو زراعته بعد اليوم 11 من الإصابة بالمرض مما يعني أن المصاب يتوقف عن نشر العدوى في ذلك اليوم أضافت الدراسة أن المرضى قد يظهرون نتائج فحص إيجابية بعد أسبوعين من الإصابة لكنها شددت على أن هذا لا يعني أن الفيروس ما يزاد صالحا للانتقال للآخرين السلطويات وتفخيخ المجتمعات تحت هذا العنوان كتب خليل العناني مقاله المنشور في العرب الجديد تعتاش السلطوية على الانقسامات السياسية والمجتمعية سواء على أسس أيديولوجية أو إثنية أو عرقية أو مذهبية لذا يتعمل جاهدة على استمرارها وتغذيتها من أجل ضمان البقاء في السلطة وذلك وفق مبدأ فرق تصد وهي هنا لا تختلف كثيرا عما يفعله الاحتلال الأجنبي الذي يسيطر على الدول عبر تغذية الانقسامات بين فصائله وجماعاته والعمل على إدامتها من أجل ترسيخ وجوده أطول فترة ممكنة رأينا ذلك في بلدانا كالعراق وسوريا ولبنان وفلسطين والسودان ومصر وليبيا واليمن التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى بلدان ومجتمعات منشطرة ومنقسمة رأسيا وأفقيا خذ مصر مثالا منذ جاء النظام الحالي إلى السلطة عبر انقلابه المشؤوم في يوليو تموز 2013 وهو يفخخ العلاقات السياسية والمجتمعية عبر كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة كذلك فإنه لا يخجل من استخدام مؤسسات الدولة وتوظيفها من أجل تكريس الانقسام السياسي والمجتمعي وضمان عدم حصول أي التقاء أو توافق على مشروع وطني جامع بين الفرقاء السياسي يمكن أن ينهي الحالة البائسة التي وصلت إليها البلاد ولن تجد سياسة تدفع باتجاه الانقسام وتغذيته وإدامته إلا وقد اتبعها هذا النظام من أجل بقائه في السلطة استعدت جميع الأنظمة لعملية إطلاق أمريكية تعد بشيرا بعهد جديد في استكشاف الفضاء وعلى مدارد تسع السنوات كانت مركبات فيوز الروسية السبيل الوحيد للوصول إلى المحطة الدولية والتي كانت تمويلها الولايات المتحدة بشكل رئيسي ويعنون موقع الدي داباليو الألماني صاروخ أمريكي لنقل روادي فضاء هل انتهت الهيمنة الروسية؟ قال الموقع مضى تسع سنوات منذ أرسلت الولايات المتحدة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ أمريكي الولايات المتحدة اعتمدت على نظام سيوز الروسي وهو أمر يجرح الكبرياء الوطني للأمريكيين منذ ذلك الحين وكانت المرة الأخيرة التي أرسلت فيها الولايات المتحدة رواد فضاء إلى المحطة الدولية في عام 2011 وذلك خلال الرحلة الأخيرة لمكوك الفضاء أطلانتس الذي غادر من منصة الإطلاق 39A بقاعدة كيب كانا فيرال وثم أوقفت إدارة الفضاء والطيران الأمريكية ناسا برنامج رحلاتها إلى الفضاء من أجل توفير الأموال وهي تعتمد على روسيا منذ ذلك الحين وكانت تكاليف الرحلة على متن كفسولة سيوز تصل إلى 85 مليون دولار ولم تكن باهظة فحسب ولكن الأمر كان له علاقة بالإحساس بنوع من المهانة ومن المقرر إطلاق الصاروخ الأمريكي الجديد الساعة الثامنة والنصف بتوقيت جرينيتش مساء يوم الأربعاء المقبل وقد تغيرت أمور كثيرة منذ الرحلة الأخيرة لمكوك الفضاء الأمريكي وبعيدا عن نظام الصواريخ الذي جار تصنيعه في إطار تجاري فرض وباء فيروس كورونا المستجد قيودا مشددة وهو ما يعني حظر حضور جمهور لمشاهدة مراسم الإطلاق بالموقع يخطط علماء روس لإرسال بيض طائر السمان إلى الفضاء لمعرفة إمكانية صموده وما هي النتائج وعنوان موقع روسيا اليوم لماذا تجرى التجارب على الحيوانات في الفضاء؟ قال فلاديمير سيتشوف نائب مدير معهد مشكلات الطب الحيوي نخطط لإرسال حضنة فيها بيض طيور السمان إلى المحطة الفضائية الدولية في السنة المقبلة أضاف أعدت الأجهزة اللازمة لدراسة نشوء الأجنة تتضمن جهاز طرد مركزي أي أن البيض سيكون تحت تأثير الجاذبية الاصطناعية وفي العيدان الجاذبية وتجدر الإشارة إلى أنه جرى التجارب على طيور السمان في الفضاء عام 1979 على القمر الصناعي بيون وهذه ستكون أول تجارب تجرى عليها في المحطة الفضائية الدولية مثل ما جرى على متن محطة مير في تسعينيات القرن الماضي سافر المصور ديتر كلاين إلى مناطق نائية في أوروبا والولايات المتحدة بحثا عن سيارات مهجورة لتصويرها وقد نشرها موقع البي بي سي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نتابعها في آخر جولة من حلقة اليوم بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نلقاكم غدا بإذن الله إلى اللقاء